يا مساء الخير ويا أهلاً وسهلاً بحضراتكم يوم جديد حلقة جديدة السادسة طبعاً يمكن بتفصلنا عن مباراة مصر والكينيا 48 ساعة مباراة ناس كتير جداً مش عارف يمكن بلغت شوية وقالت إنها مباراة مهمة أو مباراة صعبة أو مباراة مصيرية ولكن على كل أحوال أنا شايف إنه تأهلنا لكاس أمم أفريقيا شيء أو هدف مش صعب المنال على الإطلاق والمنتخب بولاده وبنجومه قادرين طبعاً بجهازه الفني بقيادة كابتن حسام البدري قادرين جداً إنهم يحسبوا المطشين المتبقين في المجموعة لصالح مصر السؤال هنا الحقيقة والكلام لما بنفتح ملف المنتخب مش على مطشات كينيا وجزر القمر لكن حقيقة الكلام أكتر على شخصية المنتخب وخصوصاً الشخصية اللي إحنا بنحضرها أو بنجهزها عشان تظهر في كاس أمم إفريقيا وخدوا بالحضراتكم يمكن من اللحظة دي ومن اللحظات فاتت قبل كده الجيل ده القوام الأساسي اللي موجود مع المنتخب سواء سفروا بالفعل مع كينيا أو فضلوا في القاهرة وما وقعش على يوم اختيار كابتن حسام البدري لمطش كينيا الجيل ده اللعيبة دي القوام الأساسي ده تفكيره جزء منه كبير جداً رايح لكاس العالم رايح لكاس العالم دي نقطة في غاية الأهمية والحقيقة وإحنا بصين لكل مطشات المنتخب في المرحلة اللي جاية يعنينا دايماً لازم تبقى رايحة على الهدف الأساسي كاس العالم البطولة التي لا يضاهيها بطولة أخرى مهما كانت أهميتها ومهما كانت حب الجماهير لها كاس العالم بالنسبة لعيبة الكورة وبالنسبة لجماهير في حتة تانية خالص وأنا شايف أنه كتيبة مصر كتيبة الفراعنة بقياس الكابتن حسام النجوم اللي موجودين سواء في ملعبنا في مصر هنا نجوم الأهلي والزمالك وبيرامدز والاتحاد والدرويش كل فرقة المصرية الحقيقة الدولي للسوخ ناوي استنادي بما فيهم حتى الصعادين اللي قدمونا وجوه محترمة جدا مع تشكيلة المحترفين اللي موجودين برا قادرين على أن هما يوصلوا بينا كاس العالم ومش بس كده كمان شايف أنه عندهم قدرة أنه هما يتخلصوا من حتة الأداء المشرف وياخدون الأول مرة بقى ويروحوا لبعيد كلام كتير هيكون عن منتخب مصر مع واحد من خبراء الكرة المصرية هشرفنا النهاردة فيه أستاذسة طبعا كابتن فاتحي مبروك نجم الأهلي السابق وهنتكلم معه ونفتح ملفات المنتخبات سواء المنتخب الكبير أو حتى المنتخب الأولمبي وبتهالي كمان هكونين وقفة مع تمرينة النادي الأهلي عودة بعد غياب النهاردة الفريب يرجع تحت قيادة مصر مسلماني مرة تانية